السلام عليكم تابعي دراما سبورت كتير ناس عم تسألني عن تداعيات استقالة السيد نبيل السباعي من اللجنة المؤقتة وهل يا ترى هاي الاستقالة رح تأثر بشكل أو بآخر على إيقاف النشاط الكروي أو النشاط الرياضي بسوريا من قبل الفيفا ومثل ما بتعرفوا التدخل بقرارات اتحاد كرة القدم أو اللجان المختصة بكرة القدم هي أمر مرفوض بالنسبة للفيفا يعني ما لازم تدخل وإلا رح يتم فرض عقوبات أو إيقاف نشاط كروي وبطبيعة الحال هذا الأمر صار بعد الدول بالكويت بالعراق وكمان شفنا تهديدات من الفيفا للاتحاد السوداني والاتحاد التونسي أي إن نحن عم بنشوف هذا الشي ضمن الدول العربية بشكل مستمر ومانو شي غريب أصلا وبهذا الفيديو رح حاول قدر الإمكان فاسفصلك المسألة بشكل سريع وإن شاء الله تتطمن بعد هذا الفيديو وعلى كل حال قبل ما نفوت بالتفاصيل بتمنى إذا ما عم تصلك الإشعارات تعمل اشتراك بالقناة تتفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا على التفاصيل طبعا استقالة السيد نبيل السباعي أمر صار واقع وأمر طبيعي نتيجة عدم قبول نبيل السباعي أو رفض نبيل السباعي للتدخل بعمله أي أن الشخص ما كان مقتنع بتغيير المدير الإداري للمنتخب وعدم الاقتناع شاف بين ما نقادر على فرض أي قرار فبالتالي أعلن الاستقالة لكن السؤال اللي لازم نطرحه بالبداية مين اللي عين نبيل السباعي باللجنة المؤقتة أو كيف صار عضو أو رئيس لجنة مؤقتة بدير الكرة السورية مع بعض الأفراد الآخرين والسؤال الآخر اللي لازم نسأله هل يعترى هاي اللجنة المؤقتة تم تعيينها أو تم انتخابها أو كانت موجودة مع اتحاد كرة القدم ولما تمت إقالة أو استقالة اتحاد كرة القدم بين أوسين فتم تعيين هاي اللجنة أو تم وضع هاي اللجنة للدير الكرة السورية لذلك السؤال الأهم هو أن توفيق سرحان نبيل السباعي أحمد قوترش أي شخص آخر تم تعيينه وليس تم انتخاب هالأشخاص لحتى يصيروا باللجنة المؤقتة فبالتالي ما حدا يزاود على حدا ويقول بأن هذا الشخص استقال لأن تم فرض بعض القرارات على هذا الشخص هو أساسا جاي تعيين ولم يأتي بطريقة رسمية أو بقوانين واضحة وصريحة لاتحادات كرة القدم الجيدة والمحترفة اللي عم نشوفها بالعالم أي اتحاد كرة قدم في حال صار ما صار اللجنة المؤقتة بتكون جاهزة بتكون منتخبة أصلا وبيكونوا مجموعة من الاستشاريين باتحاد كرة القدم وبيديروا هذا الاتحاد أما هاي اللجنة المؤقتة فتم تعيينه تعيين يعني بشكل أو بآخر من فوق واللي عين نبيل السباعي أو عين أي شخص من هالأسماء فيه عين أسماء آخرين يعني نحن عم نحكي بأمور بديهية جدا بسوريا فبالتالي يعني الأمر الغير منطقي بأن نحكي عن شخص تم تعيينه بأن قدم الاستقالة قدم استقالته من شو لذلك يا صديقي كل شي بسوريا مدروس إياك تفكر إذا الشخص كبر رأس بسوريا ممكن يدفع معه أي شي ما في هذا الشي أساسا بسوريا كل شي مدروس ونظامي ومنظم وبالمختصر المفيد بدي أحكي لك إياها هيك على بساط أحمدي لو الفيفا بده يجمد الكرة السورية وإيقاف النشاط الرياضي بسوريا كان وقف النشاط الرياضي قبل عشرين سنة مو الآن يعني التدخل والأمور اللي تصير بالكرة السورية ما بده إيقاف نشاط بده فرض عقوبة لمدة مئة عام لهالسبب موضوع التدخلات بعمل اتحاد كرة القدم ورفض التدخل بعمل اتحاد كرة القدم أنت عم تحكي عن أمور غير موجودة بسوريا يا صديقي لو أنت متابع فيديو اللي حكيت فيه عن الاتصال الهاتفي اللي أجرى السيد موفق جمعة سابقا رئيس الاتحاد الرياضي العام مع السيد صلاح رمضان رئيس اتحاد كرة القدم ببطولة غرب آسيا رح تفهم الموضوع بشكل سريع وبديهي أي إن يا صديق العزيز بعد كل الموبقات اللي صارت مع الاستاذ صلاح رمضان والتدخلات اللي صارت مع الاستاذ صلاح رمضان لما انسأل من الفيفا بأن هل يا ترى فيه تدخل بعمل اتحاد كرة القدم شو كان الجواب لا ما فيه تدخل وهذه التدخلات صارت بديهية نتيجة عدة عوامل القوانين اللي تدار فيها الكرة السورية هي قوانين بالية ولازم تتغير والطريقة اللي تدار فيها الكرة السورية كمان طرق بالية وكمان لازم تتغير هنا يا صديق العزيز ما رح اتعمق لك بموضوع الطريقة التي تدار فيها والتدخلات اللي عم بتصير رح احكي لك معلومة بسيطة جدا ما فيه رئيس اتحاد كرة قدم او رئيس نادي بسوريا ممكن يكون رئيس اتحاد او رئيس نادي الا اذا كان موجود بحزب البعث العربي الاشتراكي طبعا عدا انه لازم يكون بحزب البعث فلازم يكون عضو عامل وشخصية معروفة بالتواجد بالاجتماعات وكمان لازم يكون رفيق طليعي سابقا فموضوع تهديد الفيفا او ايقاف النشاط الرياضي بسوريا نتيجة استقالة السيد نبيل السباعي امر بصراحة مضحك جدا بالنسبة الي لان لو سألت اي شخص بسوريا اي شخص كان موجود بالمنصب هل يترى فيه تدخلات بعملك باتحاد كرة القدم الجواب البديهي رح يكون لا ما فيه تدخل واللي رح يتجرأ ويحكي انه كان فيه تدخل بعملي وهذا الاسم تدخل بعملي وهذا الاسم تدخل بعملي ابتعرفوا شو رح يصير فيه الامور اللي عم بحكيها بديهية جدا وممكن اغلب المتابعين القدامة للكرة السورية بيعرفوها بكل سهولة وبكل بساطة وممكن الاتحاد الوحيد اللي انعطى ضوء اخضر اللي يشتغل متل ما بده بدرجة ما فهو اتحاد حاتم الغايب وبدرجة اقل فادي الدباس يعني اعطوهن الضوء الاخضر ونوع من العمل الفردي واتحاد حاتم الغايب نفسه اللي تم اعطاء الضوء الاخضر الى الان ما تم التحقيق مع هذا الاتحاد نتيجة الديون المتراكمة على اتحاد كرة القدم موضوع البعثات موضوع الزيارات والسفرات والسياحة والسفر الى الان ما تم التحقيق بعد خمسين يوم وبعد شهرين ليش؟ وبالمختصر مفيد الارض بسوريا خصبة جدا للفساد نحن منحارب الفساد فقط بالاسم لكن بالحقيقة نحن عم بنشوف الفساد بطرق ملتوية وبطرق مكررة وبطرق صرنا معتادين عليها ولحتى تحارب الفساد لازم الارضية ما تكون خصبة لهذا الفساد لازم تغير بالقوانين اي اتحاد جديد ممكن يجي لاتحاد كرة القدم ويترقس اتحاد كرة القدم رح تكون واضحة جدا رح تكون واضحة اذا تم اختيار الاسماء بطرق عشوائية اي ان ما في مشروع متكامل مشروع رياضي رئيس الاتحاد لازم يجي مع فريق كامل اذا بينجح رئيس الاتحاد اعضاء الاتحاد من نفس الفريق اما شي تجيب رئيس الاتحاد من جهة وعضو اخر من جهة والواسطات تضارب بين بعضها فانسى انسى الموضوع نحن الى الان ما عم بنغير بهالقوانين فنحن عم بنعيش بحلقة مفرغة الناس اللي عم تحكي لك عن الفساد الناس اللي عم تطلع لك على الاعلام الناس اللي عم بتحكي عن اي رئيس الاتحاد الموضوع ليس بكون في رئيس الاتحاد او عضو الاتحاد او شخص حابب يغير بقرار او يتخذ قرار معين الموضوع متشابك الموضوع مربوط ربط يعني فاما تغيير القوانين او انسى انسى خلص تابع المنتخب السوري بالطريقة السلسة بالطريقة البسيطة انت لازم تكون فهمان انه في تدخلات لازم تكون فهمان انه في امور خارج السيطرة اما تلاقي حل على الارض او انسى انسى بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وانا شخصيا حاولت بقدر الامكان بهذا الفيديو اتجنب عدد كبير من الامور يعني عددك يعني طبعا امور واضحة وفاضحة لكن بالنهاية انا ابن سوريا انا بحب بلدي الامر لا يتعلق بكوني حريص على فرض عقوبة على المنتخب السوري وعلى اتحاد كرة القدم على العكس تماما نحن بدنا يشتغلوا صح بدنا يغيروا ببعض القوانين بدنا يعدلوا ببعض القوانين بدنا ما نشوف يكون فيه تدخلات بهذه الدرجة الواضحة والفاضحة على الاقل يعني احترموا شوي الجمهور نعرف انه الفيفا ما حدا ادران على سوريا بصراحة بموضوع التلفيق وبموضوع التستر وبكل هالمواضيع لكن على الاقل احترموا الناس احترموا الجمهور اللي عم بيتابع على الاقل لحتى نحترم القرارات اللي عم تتخزوها او الاستقالات او نتعاطف مع الاشخاص خلاص خلوها لا الله بتوني اعجبكم الفيديو تكونوا بصحة وخير وسلامة